موسيقى فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه فكم جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللشيء من الشيء مقايس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيما كثيرا إلى يوم الدين وبعد أيها المشاهدون والمشاهدات أقولوا معي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة من الذي يصلي عليه الله تبارك وتعالى يصلي عليه عشرة والصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة هي الرحمة للإنسان يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من أشطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني كل فعل يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لصالح أمته ولصالح البشرية ويقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو إمامنا وبالتالي يمضي أن نتدارس ونتذاكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين وهذا البرنامج يعني يصب في هذا الاتجاه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه الفائدة والنفع وما زلنا طبعا نتحدث يعني عن جوانب الأقتداء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت أن كل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي محل الأقتداء حتى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أعده كما ذكرت لهذه الرسالة فلم يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم أي مخالفة شرعية حتى قبل أن يحائله لأن الله تبارك وتعالى عصمه ويعني الرواية تقول بأن الله تبارك وتعالى أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ملكين في بادية بني سعد وأخذا من قلبه حظ الشيطان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان معه قرينان شيطان يأمره بالسوء وملك يأمره بالخير ولذلك عندما يفكر الإنسان في أمر مستقبح مستهجا فماذا يقول ما هو سلاحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هذا عدو أنا لا أراه لكن كيف أتحصل منه يعني لو كنت أراه ممكن أدافع يعني ألكمه أو أتضارب معه أو كذا لكن لا أراه لكن يعني الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرني بالسلاح الفتاك فإنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص انتهت القضية يعني أنت التجأت إلى الله تبارك وتعالى وعرفت أنه لا منقذ لك ولا منجي لك من هذا الشيطان الذي أقسم قال لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أذان العام يعني أقسم على الله تبارك وتعالى أنه سيضل البشر وأنه سيفعل ما بوسعه من أجل إدخالهم النار لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا بكيف نحمي أنفسنا من الشيطان وأخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قدوة في كل شيء قدوة للزوج قدوة للمدرس قدوة للحامل قدوة للغني قدوة للفقير قدوة لكل شيء يعني نحن نقتدي برسول الله عليه وسلم في كل شيء فمن نماذج يعني صور الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الخشية هو الخوف ما هي الخشية؟ يقول الله تبارك وتعالى إن ما يخشى الله من عباده العلماء من أسباب الخشية هو العلم من أسباب الخشية العلم لأن الإنسان إذا تعلم علم وإذا علم خاف وإذا خاف خشي فإذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم رأيت رسول يعني أحد الصحابة مطرف يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى الرحى معرف نعرفه خاصة أهل القرى وأهل البادية وكلنا ذلك نعرف الرحى يعني الأدوات التي كانت تستخدم يعني فله صوت يعني فهو يعني يشبه الصوت الأزيز الذي يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا البكاء يعني البكاء الشديد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضط على هذا البكاء ما خابت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا يعني ما هو هذا الشيء يعني حقيقة يعني لو يعلم الإنسان حقيقة مصير المخالفين المعاندين لله تبارك وتعالى وما عده الله تبارك وتعالى لهم من عقاب ومن عذاب يبكي ويضحك أيضا عندما يعرف ما عده الله تبارك وتعالى للمسلمين فكل المسلمين في خير فيقول يعني أنه كان يسمع له الصوت في صدره كالرحة وفي أيضا رواية أخرى كأزيز المرجل وعن بن عباس قال قال أبو بكر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني واثنيني إذا ما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام يقول يا رسول الله قد شبت يعني الشيب في رأسك وإن كان طبعا يعني نحن نعلم أن عدد الشيب في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان قليل قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت ما هو يعني الحمل الذي أتقدم به تخيل أن هناك وظيفة يعني أعلن عنها وهذه الوظيفة لها مواصفات معينة وتأتي أنت لا تحمل أي شيء هل ينظر فيك؟ هل ينظر في ملفك؟ أم أن ملفك سا يعني إذا لم يكن يعني الصاحب الشخص الذي يقابل كضير مؤدب ممكن يرمي لك الملف فيقول لك أنت لم تقرأ لم تطلع لا لا فهذا اليوم ما هذا يوم لا يغادر صديرة ولا كبيرة هناك كتاب هذه حقائق هناك كتاب مسجل فيه كل شيء كل كبيرة صديرة مسجلة فتخيل أنه الإنسان يعني قال يعطى كتابه بيمينه وهذه أول رسالة للإنسان بأنه من الناجين أقرأ كتابك كفاء بنفسك اليوم عليك حسيبة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن حديث عن هذه المشاهد والخوف هذا يدل على أن الخوف والحزن على أنه يؤثر في الإنسان يؤثر حتى في يعني في شكله الظاهري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أسرع الشيء إليه نتيجة لماذا نتيجة لشدة الخوف من هذا اليوم وطبعا الخوف على أمته الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمتي أمتي ويقول بأن كل الأنبياء دعوا لأمتهم في الدنيا لكنه هو أخر دعوته لأمته في الآخرة وهي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستصيب ستنال ستنال كل شخص كل شخص لا يشرك بالله شيء yani انظروا هذه البشارة هذه البشارة التي أخبرها التي أخبرها بها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس يعني راودته لجبال الشم كما قال الشاعر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني بأن الله تبارك وتعالى خيره بأن يكون ملكا نبيا هناك داود عليه السلام كان ملك وكان نبي وكذلك سليمان عليه السلام خيره بأن يكون ملكا نبيا أو يكون عبد فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمته بالتواضع وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بأنه دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على حصير الحصير رضيكم تعرفونه يصنع من جريد النخل ويعني يكون يعني يؤثر لو نام الإنسان عليه يؤثر فيه يقول ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من جلد حشو هاليف يعني الوسادة الرسول يعني تخيلوا جماعة الخير يعني كل واحد من الآن يتخيل المكان الذي ينام فيه فيه تكيف وفيه إضاءة وفيه سريل وفيه كل شيء أفضل البشر كيف كان هناك وكيف كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نتخيل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كم كانت مساحته يعني ظرفة الرسول صلى الله عليه وسلم كم كانت مساحته يعني أكبر يعني عدد مساحة لها كما قيل حوالي خمسة في خمسة يعني هذه الغرفة كان فيها المطبخ وكان فيها المكان الذي يستقبل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه المكان الذي ينام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن حقيقة الدنيا يعني خلاص يعني الإنسان يمشي يتركه نعم فليبقى هذا الشيء الطيب فيقول بأن حشوها نعم وعند رأسه أهب معلقة يعني أهب هي جلود معلقة يعني ليست ستائر وإنما جلود فيها بعض الأوراب قال عمر فرأيت أثر الحصير يعني في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فبكيت يعني بكى عمر من خطاب هذا سيد البشر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يعني فقال ما يبكيك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لماذا تبكي فقال يا رسول الله إن كسر إن كسر وقيسر فيما هم فيه طبعا وهم على كفرهم وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يعني عمر من خطاب رضي الله عنه أراد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه هؤلاء يعني الحكام وهؤلاء الملوك لكن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخير للمؤمنين من العبادات من عبادات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجب الاقتداء بها صلى الله عليه وسلم والاقتداء بها ظاهر حقيقة وهو الحج والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحج في حجة الوداع وهي الحج التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وسميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها مخاطبا أصحابه لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين كلهم للخروج معه وقد يعني خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحق به خرج به من المدينة والتحق به في الطريق والتحق به من أهل المكة ما قدر بمئة واربعة أشر ألف من الصحابة والصحابية وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجاته وكان يقول لمن حوله خذوا عني مناسككم يعني أنظروا إلى الأفعال التي أقوم بها وأقوم بمثل ما أقوم به أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول لتأخذوا عني مناسككم فإني هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ولذلك العلماء يقولون هذه حجة الوداع فنحن يعني مسألة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحج واضحة مسألة الإحرام الأغتسال الإحرام لبس التجرد من المخيط النية الصلاة ركعتين التلبية الطواف بالبيت سبعة أشوار السعي بين الصفاء والمروة المبيت في مينن الوقوف بعرفة الصلاة المضرب والإشافة المزدلفة عند المشاعر الحرام رمي الجمرات طواف الوداع هذه كلها من أين أخذناها كل هذه من أين أخذناها أخذناها من معرفة الصحابة ونقلهم للأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة من أجمع الحديث فيها حديث جابر من عبد الله رضي الله عنه وهو حديث طويل جدا لأنه ذكر فيه رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن عاد إليها إذن بالنسبة للحج من العبادات الظاهرة التي يعني يجب الأقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها كما يجب الأقتداء يعني بغيرها الاقتداء به بغيرها من العبادات هناك أيضا يعني بعد الأمور المهمة التي يستفاد منها في حياتنا ما هي هذه الأمور مثلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث كان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل ما معنى مفصل يعني العبارات فيه واضحة ليس كلاما سريعا لأنه يريد أن يفهم عنه ويحفظ ولا ينقطع أيضا انقطاع طويل حتى ينسي يعني السامع الفكرة وينسيه الكلام وبالتالي هذا ممكن أن نستفيد منه في حياتنا في تعاملنا مع الآخرين فإذا أردت أن أتحدث فينبضي أن أتحدث بكلام واضح يعني لا أترك يعني مجال للتفسير الكلام تفسير غير صحيح ولا أترك مجال أيضا شخص يستفهم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فهذا يدل على أن كل فئة من الناس لها خصائص فإذا أراد الإنسان أن يتكلم المدرس الأب مع ابنه الأم مع أبنائها الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته هناك كل يعني الكل هناك أحاديث مشتركة كيف نستفيد من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يستخدم إذا أراد أن يخاطب الناس ويتكلم معهم يقول أم يعني أما بعد وكان كثيرا ما يعيد الكلام يعني يعيد الكلام من أجل أن يفهم عنه من أجل أن يحفظ عنه وكان كما ذكر الإمام الترمذي في كتابه كتاب الشمائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم طويل السكوت لا يتكلم بشيء في ظهر حاجة يعني في بعض الناس يعني ثرثار يعني يتكلم في كل شيء ويريد أن يتكلم وحتى إذا لم يجد فرصة للكلام يتضايق الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير السكوت والإنسان حقيقة إذا علم أن كل ما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني أن كل كلام والكلام إذا كثر كثر خطاؤه والكريمة بعد ما تخرج من الإنسان لا يستطيع استعادتها وبالتالي هناك مثل يقال إذا كان الكلام من ذهب إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وهذا مثل يعني شايع معروف عند كثير من الناس نعم ويتكلم بجوامع الكلم ما معنى جوامع الكلم الكلمات المختصرة الدالة على معاني كثيرة يعني أحدهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تلضب فقط هذه الكلمة هذه الكلمة جامعة جامعة لعلاقة الإنسان مع نفسه لأنه الرضب أول شخص يتأثر بالرضب هو الشخص نفسه يؤثر على سلوكه ويؤثر على صحته وكل الأخطاء والجرائم التي تقع تقع إما ناتجة عن الضضب أو عن زوال العقل والضضب أحيانا يصل بدرجة الإنسان إلى أن يكون حتى لا يدري ولذلك يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حال درجة الضضب منها مثلا الطلاق لو الإنسان وصل إلى درجة من الضضب وطلق لا يقع لأنه وصل إلى درجة إخلاص يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال له أوصني قال لا تضب آخر قال له قل آمنت بالله ثم استقم يعني سبحان الله كلمتين اختصر فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه للإنسان في الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله آمن الرسول بما أنزل إليهم ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك أيضا يعني كل الشرائع الإسلام تقول آمنت بالله والإيمان يعني يقتضي الاستقام على هذا الإيمان والاستقام على الإيمان تقتضي العمل بمقتضى هذا الإيمان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكريم وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه يعني الأمور التي لا تعنيه لا يتكلم فيها صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم إلا فيما يرجو منه الأجر والمثوبة صلى الله عليه وسلم وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معظم يعني ضحك التبسم فكان يعني يتبسم صلى الله عليه وسلم وكان يضحك أحيانا لكن يضحك بأتزان هناك مثلا يعني بعض الناس إذا ضحك يخرج عن طور الأدب يرفع صوته حتى ممكن أن يضرب على يعني إذا كان حوله أحد أو يضرب رجله في الأرض أو كذا لا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يضحك بيقار وكان أكثر ضحك وتبسم صلى الله عليه وسلم وبكاؤه مرة معنا صلى الله عليه وسلم يعني كان صلى الله عليه وسلم بكاؤه في العبادة وكان أيضا يعني بكاؤه رحمة للميت يعني حتى أنه يعني قال له أحدهم يعني أتبكي يا رسول الله قال العين القلب يحزن على إبراهيم على ابن الرسول وفاة ابنه القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخالط الناس في الأسواق كان يبيع ويشتري وهو رسول الله كان حتى يبيع لليهود ويشتري من اليهود وحتى الرواية المشهورة التي تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي اشترى منه ورهن درعه عند اليهودي باع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى واستأجرى وشارك يعني كل أنواع الحياة ولما قدم عليه شريكه يعني كان له شريك في مكة قال أما تعرفني يعني الشريك يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان الشريك قديم يعني قبل البعثة فقال قال أما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أما كنت شريكي قال نعم قال فنعم الشريك كنت لا تداري ولا أتماري هذه حقيقة بعض يعني الموضوعات التي ينبضي أن نتدارسها ونطبقها في حياتنا ففيها صلاح الدنيا والآخرة وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة